ناس يمشون من دفع الفلوس مشاء من عنده فلوس مشاء ويخجون من بعدنا معاناة لا تنتهي في هذا المعبر آلاف الشاحنات تتوقف هنا لأيام وربما لشهر أو أكثر قبل أن تعبر إلى الجانب الصعودي من الحدود معظم هذه الشاحنات تقل سلعاً تجارية معدة للتصدير لكنها تواجه تعقيدات كثيرة قبل أن تتجاوز المعبر وقبل أن يدفع أصحابها إتاوات فرضها المتنفذون خارج القانون لتتحول إلى عقدة صعبة أمام العابرين هي جزء من شكاوى عديدة سجلها المساء اليمني وكلها تدور حول الممارسات التعصفية لمن يفترض بأنهم يقومون بحفظ الأمن في هذا المعبر والناس يدخل على طول السراء على طول المنفذ ونحن جلوس لنا 25 نيوم دراهم 3000 ألف ريال كل الناس يدفع فلوس يوم يصيحون أنا لا يستطيع أن يدفع فلوس التأخير لأيام لا يمثل الوجه الوحيد للمشكلة ولكن أيضا الخسائر المترتبة عن هذا التأخير والتوقف غير المحتمل لدوران العجلة الاقتصادية التي لا تعني هؤلاء وحدهم بل ما تبقى من الاقتصاد الوطني ومع تزايد هذه الشكاوى تتجه الأنظار إلى القائمين على هذا المعبر من أصحاب المسئوليات المباشرة وهم ممثل وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها ووزارة المالية والمصالح التابعة لها مع نداء برسم التساؤل كيف يسكت عن هذه التجاوزات وعن الإهدار المتعمد لملايين الريالات التي تتسرب خارج الخزينة العامة لا يمكن احتساب ما يحدث هنا جزءا من الخسائل الجانبية للحرب بل هي موارسات غير قانونية لأنها تتعمد تكريس صورة الأسوأ للحرب عندما يتعلق الأمر بتخلي الدولة عن واجباتها موسيقى موسيقى